أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن إبراهيم المطوع عن عقد سلسلة من ورش العمل بهدف تحديد الأولويات ووضع المقترحات التي ستشكل التطلعات لبرنامج عمل الحكومة القادم 2019-2022 وذلك في ضوء تنفيذ مخرجات الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية سمو رئيس الوزراء وبمبادرة سمو ولي العهد وقال الامطوع أنه سيتم عقد أربع ورش عمل بدء من شهر نوفمبر المقبل وحتى شهر مارس 2018 حيث ستشكل هذه الورش فرصة لاجتماع كافة الجهات المعنية للاستعراض الإنجازات التي تحققت وتحديد السياسة العامة لبرنامج عمل الحكومة ومناقشة الأولويات الاستراتيجية وأهم المبادرات والمسؤوليات لكل محور من محاور برنامج عمل الحكومة إضافة إلى القضايا الرئيسية التي تواجه القطاعات المختلفة ومدى ارتباطها بغيرها من المحاور الأخرى ووضح المطوع أن ورشة العمل الأولى ستعقد في شهر نوفمبر 2017 برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وتتناول المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية فيما ستعقد ورشة العمل الثانية في يناير 2018 برئاسة معالي السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء وتتطرق إلى المحور التشريعي والأداء الحكومي وضف أن ورشة العمل الثالثة ستتناول محور الخدمات والبيئة وتعقد في فبراير 2018 برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ورشة العمل الختامية التي ستعقد في مارس 2018 برئاسة سمو الشيخ محمد بن مباركة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بعنوان التطلعات المستقبلية سيتم الاستناد عليها عند أعداد برنامج عمل الحكومة القادم 2019-2022 ترجمة نانسي قنقر